السلام عليكم إذا كنت محتاج سماعة لاسلكية ممتازة للبلاي سيشن فور عندنا واحدة من أفضل الخيارات هنا من شركة أسترو المعروفة بالسماعات وطبعاً هذه هي الأي تونتي عندنا منها اثنين هذه النسخة العادية وهذه نسخة كولوف دوتي الخاصة بس يعني فيها ستايل كولوف دوتي وأيضاً فيها شكل جيشي هنا أو تطريزة جيشية ومحطوط شعار كولوف دوتي لكن هي نفس السماعة الأي تونتي وطبعاً شركة أسترو معروفة بالسماعات ومنها سماعة الأي فورتي بتكلم عنها لاحقاً في الفيديو لكن سماعة الأي تونتي سماعة سلكية مخصصة للبلاي سيشن فور وأيضاً مكتوبة على العلبة أنها متوافقة مع البي سي والماك إذا كنت تلعب على البي سي أو الماك في ناس يلعبون على الماك هذه السماعة لكم طبعاً هذه الأجهزة المتوافقة بشكل رسمي تبيتجرم مع شي ثاني على مسؤوليتك الخاصة فالسماعة لاسلكية ما عندك أي أسلاك ترد تلبسها خفيفة طبعاً وفاضح أنها ممتازة لكنها خفيفة الخفيفة هذا مرخص بالعكس شي مريح لك وانت تستخدمها ومعها جهاز استقبال صغير هذا هو هذا حجمه جهاز استقبال صغير جداً هذا اللي يشبك بالأجهزة حقتك البي سي الماك البلاي سيشن فور عشان يستقبل الإشارة الخاصة بالسماعة طبعاً السماعة فيها أداة هنا عشان أنت زي العجلة تحركها عشان تغير تزيد صوت اللعبة أو تزيد صوت الشات حقك وبالكلام عن الشات تستخدمه وتتكلم فيه والميزة الحلوة بدل ما تقعد تضغط أزراره بمجرد أنك ترفع المايك لين أعلى شيء وتشيله خلاص اللعبة بتكتم صوت المايك يعني إذا كنت تلعب ما وديك الناس يسمعونك أو شو تقول تكلم أحد موجود عندك في البيت أو حاجة أرفع الانفوك خلصت نزلت تحت كمل شات ويشغل نفسه بنفسه فيه أشياء لازم أوضحها إضافية عن السماعة أول شيء من ناحية المدة حق العمل حقتها لأنها لاسلكية تشحنها يعني تشتغلك 15 ساعة من شحنة كاملة رقم ممتاز الشيء الثاني أنا إذا شبكتها على البي سي في برنامج خاص على البي سي يخليك تعدل الإعدادات حقة الصوت بنفسك وبعدين تحفظها كبروفايلز عندك يعني عندي بروفايل 1 بروفايل 2 بروفايل 3 تحفظ البروفايل حق الصوت وتقدر تبدل بينهم عن طريق زرف السماعة على راحتك طبعا السماعة عن طريق هذا الشي لها منفذ أوبتكل اللي يحب يشبك على الصوت أوبتكل لكنها ما تعطيك صوت محيطي ما فيها خاصية اللي حاطة الصوتية سواء 5.1 أو 7.1 ما فيها شيء ثاني أيضا مموجود فيها ما فيها منفذ لسلك الصوت العادي اللي هو 3.5 مموجود فيها فاستخدامك لها لازم يكون يا سلكي يا عن طريق الـ USB فهذا شيء ثاني لازم يتحطه ببالك لما تتكلم عن هذه السماعة طبعا بحكم أنها سماعة لاسلكية أكيد سعرها بيكون أغلى من السماعات العادية هذه السماعة سعرها 809 ريال سعودي الآن أرجع للأسترو A40 الأسترو A40 خيار للمحترفين أكثر اللي يبغون شيء أقوى من مجرد سماعة عادية طبعا هذه السماعة للبلايستيشن 4 والبي سي بشكل رئيسي يعني هذا التوافق الأهم عندنا هنا ممكن تشتغل على أشياء ثانية طبعا هذه السماعة السلكية طبعا اللي يبغى خيار قوي جدا لاسلكية فالسماعة هذه عشان يصنعونها تواصلون مع لاعبين الرياضة الإلكترونية حول العالم عشان يساعدونهم في صناعة هذه السماعة بس ايش مزاياها طبعا السماعة من ناحية الراحة واللبس خفيفة ومريحة زي السماعة اللي قبلها المايك نفس الخاصية موجودة فيه ترفعه ينكتم وترجعه يشتغل وطبعا في ميزة إضافية هو أن المايك تقدر تشيله وتحطه يمين أو يسار هذا الشيء راجع لك فيه ناس تفضل أن المايك يكون على يسارها فيه ناس تفضل أن المايك يكون على الجهة اليمين طبعا واحد من الأشياء العجيبة على هذه السماعة أنه ما عليها ولا زر أداة التحكم خارجية بالكامل في الواقع أداة التحكم اللي تيجي معها عبارة عن ميكسر هذا الشيء يعتبر عن ميكسر وأيضا يعتبر كرت صوت لو عندك جهاز بي سي وما عندك كرت صوت هذا ممكن يشتغل ككرت صوت خارجي وزي ما نشوف في عجلة كبيرة موجودة عندنا في الجهة الأمامية هذه العجلة راح تتحكم بالصوت نفسه الصوت ترفعها تخفضها إلى آخره العجلة الثانية اللي أصغر تحت راح تتحكم بصوت المايك وصوت اللعبة ترفع صوت المايك تنزل صوت اللعبة والعكس أنت تحطها على حسب ما تشوف مناسب من الأشياء الممتازة في السماعة أنها تدعم الإحاطة الصوتية 7.1 طبعا تشبكها بالأوبتكل في الجهاز بلاي سيشن فور حقك أو جهاز البي سي حقك وراح يعطيك الإحاطة الصوتية طبعا إحاطة الصوتية بتكون عن طريق السماعات مو نفسه حقيقية بس تعتبر ممتازة يعني خيار جيد أنك تحط الهدسة وتقدر تسمعها في خاصية ثانية عجيبة في السماعة خاصية ثانية اسمها دايزي تشين دايزي تشين واش معناها؟ فرضوا أنكم أنتم شباب قاعدين تلعبون مع بعض جن بعض يعني بطولة إلكترونية أو شيء لو عندكم سماعات زي هذه تقدرون تشبكون مع بعض في نفس الوقت بحيث يصير الاتصال بينكم محلي يعني في سلك بينكم وبين بعض مو عن طريق الإنترنت أو شيء زي كذا هذا الشيء بيخلي التواصل بينكم سريع ولحظي يعني يصير في لحظتها برضو هذا واحد من الأشياء التي تهم لعب الرياضة الإلكترونية طبعا بحكم خصائصها الكثيرة وجودتها طبعا في الصوت وإلى آخرها من هذا الكلام السماعة هذه سعرها أغلى من السماعة الثانية اللي هي الـ A20 هذه الـ A40 اللي موجودة عندنا هنا سعرها 1409 ريال سعودي طبعا الأسترو A40 Pro الموجودة عندنا هنا أغلى من الـ A20 صحيح هذه كلاس الكية بس هذه كجودة صوت وكخيارات وكخصائص ويأتي معها كرت صوت خارجي وتقدر وأيضا ميكسر تقدر تعدل الأشياء أنت بنفسك على طول سعرها بيكون أغلى سعرها بالريال السعودي 1419 ريال إذن هذه كانت سماعات أسترو أسترو A40 ممتازة للي يبغى اتصال سلكي لكن معاه جودة عالية وصوت ممتاز وإحاطة صوتية وإلى آخره أو للي يبغى راحته للي يبغى يلعبه مرتاح مثل ما اليد لاسلكية يبغى سماعة لاسلكية الأسترو A20 هي خيار ممتاز مع 15 ساعة من البطارية ويكون هذا الاستعراض أعجبكم كمعكم حمد بسيم ونشوفكم على قناتكم True Gaming مع جديد الألعاب مع السلامة